شكراً الأستاذة ربيعة سعيدة بالتواجد في هذا اليوم مع منظمة نساء العدلة والتنمية في هذا الموضوع بمناسبة اليوم العالم الأسرة وبمناسبة ربما خصوصية هذه السنة والسنة التي قبلها كان نقاش عمومي مرتبط بمدونة الأسرة فبالتالي هذا الموضوع له راهنيته بغض النظر عن المناسبة التي ينعقد فيها طبعاً لا يمكنني التحدث في هذا الموضوع خاصة بعد أن اقترحت علي الأخوات أن أتحدث فيما يتعلق بالمنظومة الأممية في علاقتها بالخصوصية المغربية دون أن أعرج عن ما يقع في غزة ما يقع في غزة ونحن سنتحدث عن الأطر والمنظومة الأممية وفعلاً يجعلنا نسائل هذه المنظومة عن العجز البين الذي أبانته في إيقاف العدوان الهمجي الذي يقع يومياً بشكل برباري من طرف الكيان الصهيوني على الفلسطينيين وعلى الغزاويين ما فتأت الأسرة الفلسطينية والأسرة الغزاوية تعلمنا يوماً بعد يوم أوجه من أوجه الصمود النادر الأسرة الفلسطينية الآن والغزاوية أساساً يتغير فينا شيئاً من الداخل تعيد صياغتنا بشكل من الأشكال تعيد نظرتنا للحياة تعيد نظرتنا للأولويات وتعطينا الدروس التي لا يمكن لأي جامعة أو مدرسة أن تعلمنا هذه الدروس فتحية لهذه الأسرة لا تعيد صياغتنا كمسلمين نشترك فيما يتعلق بعدد من الروابط الإسلام الدين الهوية اللغة إلى غير ذلك التاريخ المشترك هي أعادة صياغة العالم كله نلاحظ كيف أن العالم تحرك بشعوبه بطلبته بقياديه وسياسيه الآن تلاحظون الاعتراف لعدد من الدول بالدولة الفلسطينية وهذه الحركة العالمية في هذا التجاه فعلاً تحية لهم وتقبل الله منهم جهادهم ومرابطتهم عنا في ذلك المكان ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل منهم وأن يتجاوز عنا في بعض الأحيان نحس وكأننا نخدل الفلسطينيين في هذه المحنة إذن عطفاً على الموضوع الذي نناقشه أو الذي اقترحته الأخوات اليوم هو المرتبط بالإطار الدولي إذا أردنا نقول والأممي المرتبط بالأسرة وكيف نظمت أو كيف تطرقت مختلف الأطور الدولية الاتفاقيات والقرارات والآليات الأممية وتعاملت مع موضوع الأسرة في البداية لابد من أمر أساسي ومنهجي للتمييز لأن في كثير من الأحيان حينما نتحدثهم عن الأطور المرجعية للمعيارية ولما يتعلق بالاتفاقيات أو المواطق كالقاوة اسميات متعددة الاتفاقيات والمواطق الغربية والأممية إلى غير ذلك ونجمع كل شيء في بطاقة وفي سلة واحدة ولكن ينبغي التمييز ووضع نوع من التمييز بين هذه الأطور في البداية لابد من التمييز بين الإطار القانوني المعياري وما بين القرارات كما نقول الإطار القانوني يعني القانون الدولي لحقوق الإنسان اللي هو فيه تنصيص على كل ما يتعلق بالأسرة واللي هي تشكل قواعد المعيارية ثم كان القرارات صادرة أساساً عن اللجنة الثالثة لجنة الشؤون الاجتماعية بجميع الجزء قصادي والاجتماعي الأمم المتحدة التابعة للجمعية العامة ثم هناك الآليات دي الأمم المتحدة إذن تمييز بين هذه المستويات مفيد جداً في فهمنا لهذا الموضوع الذي سنتناوله وجميع المواضيع المرتبطة بالأمم المتحدة حينما نتحدث عن الإطار المعياري أو الإطار القانوني أي اتفاقية دولية حينما يتم المصادقة عليها يتستغرق وقت طويل لأنها كتشكل الإطار القانوني الذي يصبح بين قوصين ملزماً للدولة بالرغم من أن قواعد القانون الدولي هي ليست قواعد آمرة وكينا إشكال في تنزيلها وفي تطبيقها على الدول وكاللاحظه دابا كيفاش في غزة وفي غيرها الإشكالات اللي لقينها في تطبيق ديال هاد القواعد حتى في صدور قرارات عن الآليات اللي هي ديال محكمة العدل الدولي إلى غردالي إذن كي نهد الشق ديال الجانب الاتفاقي والقواعد القانونية في القواعد القانونية نجد التنصيص على الأسرة أساساً في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان اللي هو ما عنده طبيعة قانونية وإنما عنده طبيعة أخلاقية بدرجة أساسية في الإعلان في المدة 16 ونجد التنصيص عليه في المدة 10 من العهد الدولي للحقوق الاقتصادية والجتماعية والمدة 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية فهذه المادتين تقريباً هي نفس الصيغة كتحدث مثلاً المدة 10 على وجوب منح الأسرة التي تشكل وحدة جماعية طبيعية والأساسية في المجتمع أكبر قدر ممكن من الحماية والمساعدة خصوصاً لتكوين هذه الأسرة وطوال نهوضها بمسؤوليتها من تعهد وتربية الأولاد الذين تعيلهم إلى غير ذلك ويجب أن ينعقد الزواج برضاء الطرفين المزمع زواجهما برضاء لا إكره فيه إذن عموماً هذا التعارف الواردة لا في الإعلان العالمي ولا في العهدين الدوليين التي يشكلوا الشرعة الدولية لحقوق الإنسان هي تعارف منسجمة مع تقافتنا مع خصوصيتنا ويلي تشكل القواعد القانونية وحينما نقول القواعد القانونية عندنا لجنة المعاهدات التي تطبقها هذه المعاهدات وتقوم بتفسيرها التي تراقب مدى إعمال الدول لتلك الاتفاقيات وتقوم بتفسير هذه الاتفاقيات في حالة وقع خلاف إلى غير ذلك تقوم بالتفسير لمواد هذه الاتفاقية مثلاً التعليق العام رقم 19 المتعلق بالمدى 23 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية في تعريفه للأسرة لماذا أتر هذا الأمر؟ لأن كنلاحظوا بأن عدد من التعريفات التي تلقوها في آليات من ناحية القانونية أدنى من القانون لأن الأسرة هي مشكلة من فرضين من نفس الجنس إلى غير ذلك وبعض القرارات التي تصدر من مؤتمر هنا وهناك وإن كانت تغطية أممية ولكن الإطار المعياري لا يسمحوا بهذا الأمر الإطار المعياري في التعليق العام رقم 19 اللي هو التفسير لهذه المدى 23 كتعترف اللجنة المعنية كتقول في تفسيرها الأسرة في الفقرة الثانية من هذا التعليق العام اللي يصدر سنة 1990 وما تصدرش تعليق عام آخر اللي يمكن أن يناقض التعليق وتلاحظ اللجنة أن مفهوم الأسرة قد يختلف في بعض الجوانب من دولة إلى أخرى بل ومن منطقة إلى أخرى إلى أخرى عفوا في نفس الدولة ومن ثم يتعذر إعطاء تعريف موحد لهذا المفهوم ومع ذلك تشدد اللجنة إلى غير ذلك أن الأسرة تسعين بغي أن تتمتع بالحماية إلى غير ذلك وفق ما هو منصوص عليه المدى 23 إذن أنا شاهدوا عندي في إطارات هذا التعليق العام رقم 19 وأن الإطار المعياري اللي هي هذه العهد الدولي للمغرب مصادقة عليه وموقع عليه هو اللي يشكلنا الخلفية والمرجعية القانونية والمستند الذي نستند إليه غيره من قرارات هي من ناحية القانونية كتبقى في درجة أدنى وبالتالي لا يمكن الاستناد إليها لا بالنسبة للناس اللي يجيوك يترافعوك يقول لك اللاخص أشكال دي الأصار إلى غير ذلك ليس هناك ما يسندها من ناحية المعيارية لأن أي قرارات أخرى أو آلية أخرى تعتبر مناقضة للإطار القانوني والمعياري دي الأمم المتحدة كما هو واضح في الاتفاقية وكذلك في التفسير المرتبط بهذه الاتفاقية هذا الإطار المعياري هو نفسه تقريباً اللي كان في الدسو في الفصل الثاني وثلاثين دي الأسرة القائمة على علاقة الزواج الشرعي وهي الخلية الأساسية للمجتمع إلى غير ذلك لكن هنا لابد دام الإشارة إلى أن إن كانت موضوع الأسرة اهتمام بها كانت تنصيص عليها في الاتفاقيات الدولية كانت تعليقاً عن كيف تصير شنو هي هاد الأسر أنواع الأسر ويعطي الأمر للقوانين الإقليمية والدولية يعني المحلية كل دولة تعرف الأسرة بالشكل اللي بغت إذن ما كنش هناك تعريف موحد حسب في الجانب القانوني غلقاً وتعريفات بعض القرارات إلى غير ذلك ولكن من ناحية الحجية القانونية التي تبقى هي أدنى نلاحظ بأن الاهتمام بالأسرة في المنظومة الأممية خارج هذه المواد هذه هو ضعيف جداً كان ضعيف جداً إلى تقريباً منعدم وكان التركيز على الفئات لداخل الأسرة فكان التركيز على طفل أساساً وعلى المرأة بدرجة أساسية فتم وضع اتفاقية منهضة تمييز جميع أشكال تمييز المرأة واتفاقية حقوق الطفل إلى غير ذلك من الفئات لكن الأسرة على مستوى القرارات الأممية كانت تقريباً ضعيفة إلى أن ممكن أن نقول أنه في بداية الألفية أو في نهاية التسعين تبدأ الاهتمام بالأسرة على مستوى القرارات للجنة الثالثة وبدأ الاهتمام بأدرورة الانتباه للأسرة لأن الأسرة هي المدخل للتغيير وضعية عدد الفئات الأخرى يعني إلا بغينا نغير الوضعية للمرأة خاصة نتبه للأسرة هي خاصة تقوم بهذا الدور هذا كذلك قد اهتمام احترام المؤسسات الدينية الكنيسة والمساجد إلى غير ذلك لدورهم في التغيير إذن بدأ الاهتمام بالأسرة في نهاية التسعين وبدأت عدد كبير من القرارات التي أعتبرها مهمة جدا ستصادرة عن اللجنة الثالثة وقبلها كالإعلان أو تخصيص يوم عالمي للأسرة اللي هو 15 ميكانت البداية ديال الاهتمام بالأسرة في المنظومة الأممية في هذه القرارات حينما نتدارسها نجد فيها أمور اللي هي مهمة جدا نبغي أن نشد عليها كما كان قولو ونبرزها بشكل كبير جدا لأن بغض النظر على الاختلافات التي يمكن أن تكون على المستوى الإقليمي والمحلي لمفهوم الأسرة ولكنها تعطي مجموعة من الإشارات المهمة جدا لتعضي الأسرة على المستوى المحلي فمثلا كأن هناك مجموعة من القرارات مثلا قرار 1550 صدر في 2003 الذي يوصل أمم المتحدة وبرامجها إلى أن تطور وتعزز منظورا يركز على الأسرة في السياسات والبرامج الأمم المتحدة ذات الصلة إذن كنا هناك توجه للاهتمام أكثر بسياسات عمومية ذات منح أسري داخل السياسات الوطنية بل تعطي واللي عندنا الأمين العام الأمم المتحدة ملزم في قرار دياللجنة أنه يصدر تقرير سنوي حول الأسر حول الأسر والمفارقة هنا أن هذا التقرير السنوي الذي يصدره الأمين العام الأمم المتحدة أن الدول المعطيات الواردة فيه أن الدول التي من ناحية المرجعية تعلي من قيمة الأسرة ومركزيتها في تصورها للمجتمع تفاعلها مع هذا التقرير لا من حيث المعطيات لا من حيث أنها عند السياسات عمومية ذات منح أسري هو ضعيف جدا مقارنة مع الأسر التي فيها تعلي من قيمة الفرداني أو الدول التي عندها المذهب الفرداني لا تقافة إلى غير ذلك هو السائد وأساساً دول الأوروبا كان لقاو بأن السياسات ذات منح الأسري بدأت تجد مكانها في سياساتها العمومية من خلال المبادرات التي هي مهمة جداً يحاولوا أكيد السياق سنة يكون لدينا حاكم لأنه يحاولوا يرمو بها الإشكالات التي عندهم على مستوى الأسرة التي تعرفها تلك المجتمعات ولكن الشاهد عندي هو أنه كان معطيات كان برامج كان سياسات عمومية تتجه للأسرة في 2004 كذلك كان هناك توجيه إلى ضرورة أن المجتمع الدولي أن يهتم بالقضايا الناشئة أو التجاهات في الأسرة ودراستها لتعزيز دور الأسرة داخل المجتمع في 2005 كان هناك توصية مباشرة من خلال قرار أممي كذلك التي تم فيها تشجيع الحكومات أن تدرج البعد الأسري في صنع السياسات العمومية إذا انتقلنا من مرحلة تشجيع على الاهتمام بالأسرة في السياسات العمومية إلى مرحلة التركيز على الأسرة في السياسات العمومية والبرامج إلى مرحلة أن المؤسسات الوطنية والحكومات ينبغي أن تنمي قدراتها لوضع هذه السياسات العمومية السياسات الأسرية وأن تجعل سياساتها الأسرية ذات منح أسري أي أن تأخذ بعلا اعتبار الأسرة في وضع سياساتها العمومية وأن تدريج منظور يتعلق بالأسرة في صنع السياسات العمومية مثلا من الأمور التي وقفت عليها وأنا أدرس هذه القرارة هي أكثر من كده وعشرين 22 قرار صادر بهذا حول الأسرة وجدت مثلا في التقارير الوطنية للدول التي تقدمها هناك تشجيع على اهتمام الأجداد بدورهم في تربية الأحفاد لأن الدراسات التي قامت بها تلك الدول أن كلما كان الجد والجدة حاضرين في حياة الأبناء كلما كان هناك نوع من الاستقرار النفسي لهؤلاء الأبناء إذن وكأنهم في هذه القرارات ديالهم كيرجعوا للأسرة الممتدة التي كنا نعرفها بل أن هناك بعض الدول التي وضعت تعويضا ماديا تشجيع للأجداد لكي يقوموا بدورين في تربية الأحفاد إذن هذا غير مؤشر وإلا كأن عدد كبير من المؤشرات في إطار السياسة ذات المنحة الأسرية التي هي مهمة جدا سواء ما يتعلق بالقرارات المرتبطة بتوازن المرأة بين حياتها المهنية وحياتها الأسرية من خلال عطلة الأمومة الممتدة إلى غير ذلك من الأمور عدد من القرارات المرتبطة بتشجيع بتخفيضات ضريبية وجعل الأسرة هي الوحدة الضريبية وليس المرأة كفرد والراجل كفرد وإنما الأسرة يتم سياسة ضريبية تأخذ بعين الاعتبار الأسرة كوحدة في التضريب إذن كان عدد كبير جداً من القرارات في هذا الشأن وهي مهمة جداً تشجع على تشكيل الأسرة وتشجع على استمرار الأسرة طبعاً هذا غنقوله وكان قرارات أخرى كانت توصيات التي هي في جوهرها قد تضرب الأسرة في الجوهر ديالها لا في إطار الوجود والكينونة ديال الأسرة وخلق نوع من الصراع بين المرأة والراجل أو لا حتى فيما يتعلق بهاويتنا والخصوصيات ديال المجتمعات هنا أمر أساسي في رأيه أن ما يتعلق بالقانون علشان نشرت في البداية لك الملاحظة ديال القانون الدولي القانون الدولي هو الإطار المعياري الاتفاقية دولية ممكن اتفاقية حقوق الطفل بقى عشرين سنة والدول تناقشها عشرين سنة وكيتم الإعداد لاتفاقية حقوق الطفل العهدين الدوليين بدل الاشتغال عليهم من سنة 1948 ما تمت المصادقة عليهم تنهاية الستينات 1969 لأن هذا إطار القانوني الملزم فبالتالي يأخذ وقت طويل في الحوار بين مختلف المرجعيات القانونية والتقافية والحضارية لذلك يتم هذا الضبط لهذا الأمر هذا الجانب القانوني الآن كنا منقشها حول اتفاقية ديال تجارة وحقوق الإنسان تقريبا أكثر من عشر سنوات ونقاش حول هذا الأمر المقاولات وحقوق الإنسان إلى غذلك الشركات العابرة للقارات لكن الجانب المرتبط بالقرارات التي تصدروا هنا وهناك وبعض التوصيات الصادرة عن بعض اللجان هذا يدخل في مجال السياسة وميزان القوى الدولي يعني الدول والمنظومات التقافية التي تستطيعوا أن تفرد نفسها من خلال تلك التوصيات مدام طبعا كانوا التقافة مهمين للأسف في هذه المرحلة واللي بيينتها التقافة الفشل ديالها النموذج ما يقع الآن في غزة وغيره وأطروحاتها كانت تحت الامتحان شفنا القمع اللي كان في عدد من الدول هذا يبيين بأن الأمر مرتبط بهيمن التقافة معينة لذلك قد تصدر نتيجة أنها تصدر عدد من التوصيات في الاتجاه المعاكس لقواعد القانون الدولي لذلك أنا أعتقد أن هذا الأمر يبقى فيه نوع من التدافع بين مختلف المنظومات والخصوصيات التقافية وفي هذا الاتجاه نبغي نقول بأن عدد من التوصيات الصادرة مثلا عن الليجان المعاهدات في إطار المراقبة مدى إعمال الدول الاتفاقية أو عن طريق الآليات دي المجلس حقوق الإنسان أي الآليات والمساطر الخاصة لأن عندنا مجلس حقوق الإنسان فيه الآليات التعاقدية اللي هي اللي جان منبطقة عن اتفاقية الدولية اللي كتراقب مدى إعمال الدول الاتفاقية وعندنا الآليات غير التعاقدية اللي منها المساطر الخاصة هذه المساطر أو الإجراءات الخاصة هي اللي كتصدر لنا توصيات مرة مرة كتلقى توصيات مرتبطة بمجال من المجالات هذه خاصة المساطر الخاصة أو الإجراءات الخاصة ليست لها الصبغة الإلزامية بالنسبة للدول وحتى التوصيات الصادرة عن الآلية المعاهدات هي ليست لها صبغة إلزامية مدى التزام الدول بتلك التوصيات مرتبط بدرجة أساسية مدى القوة الديمقراطية الداخلية وانسجام الداخلي والتلحم الداخلي دي الشعب ومدى حاجته للتمويلات لأنه يكون واحد نوع بين القوصين بحل ابتزاز مدى إنفا هذه العدد من التوصيات تحصل الدولة على عدد من التمويلات من الصناديق أممية إلى غير ذلك إذن هذا هو فنكين هذا المشكل الأساسي وإلا فخارج هذا الأمر هذا ما عندهاش الإلزامية القانونية أمشي مباشرة الآن السياق المغربي لذلك باش نختم هذا الجانب هذا أنا ما عن طوش هذا الجانب هذا نبغي نقول غير فيما يتعلق بهذا العلاقة الخصوصية والكونية لأنه مربط الفرس في هذا النقاش العلاقة ما هو خصوصية ثقافية وحضارية ودينية وطنية وبين الكونية على أساس أنه الكونية يتشكل مختلف الهوية هذا نقاش أبدي وعالمي لا يختص به التقافة العربية والإسلامية في جميع الدول هذا النقاش تلقاه الآن في إفريقيا طاغي بواحد شكل كبير كي نقاع توجه حتى على مستوى المناهج للعلوم الاجتماعية والعلوم السياسية إلى غير ذلك هناك دعوة إلى أفرقة هذه المناهج وأن هناك خصوصيات في الدول والشعوب الإفريقية وبالتاليين بغي أن تكون لها مناهج وخاصة في العلوم الاجتماعية وغيرها وهناك دعوة للخصوصية التقافية التي ينبغي أن تنعكسها في كل ما يصدر عن الأمم المتحدة هناك دعوات في آسيا إلى غير ذلك إذن هذا نقاش عالمي حتى داخل أوروبا نفسها هناك تمييز ونقاش بين الخصوصية تقافة الأوروبا الشرقية عن أوروبا الغربية والسياقات التاريخية تختلف بشكل كبير جدا إذن هو نقاش عالمي لذلك أعتقد بأننا نحن لسنا ضد الكونية كونية حقوق الإنسان ولكننا نعتبر أن الكونية في جوهرها هي احترام للخصوصية الكونية ليس إلغاء للخصوصية الكونية هي احترام للخصوصية وهذه الكونية هي مشكلة من خصوصيات مختلف الدول لأن الدين دينا لمرجعيتنا العليا هو طورة الحقوقية الأولى في تاريخ دينا البشرية طورة الحقوقية الأولى في تاريخ البشرية كان هو الإسلام وبالتالي جزء كبير من البادئ الدولية هي مستوحات من الدين الإسلامي والثقاف الإسلامي. القانون الدولي الإنساني كله كله شلوه هو قواعد القانون الحرب التي وضعها المسلمون. والقانون الدولي لحقوق الإنسان في مبادئه وليس في الانحرافات المرتبطة بعدد من القرارات والتوصيات في مبادئه جزء كبير منها هو مستمد من الثقافة ومن الدين الإسلامي. في الأمور الأخرى اللي فيها اختلاف كيبقى احترام الخصوصيات واحترام السيادة الشريعية للدول. أغانا نختم بأمر أساسي. إذا كان احنا كمجتمع عندنا الأساس الدستوري دينا وعندنا الأساس القانوني لأننا ما مغيش نستفد في الحماية القانونية اللي اعطاها القانون المغربي للأسرة لا على مستوى الجانب الاجتماعي مدونة الأسرة قانون الحال المدنية قانون كفرة الأطفال مملين ولا على مستوى الجنائي لا من حيث السياسة الجنائية ولا من حيث قواعد ديال العقوبة وتجريم إلى غير ذلك. ولكن نبغي نقول بأننا عندنا واحد المفارقة. إذا كان هذا من ناحية القانونية عندنا حماية قانونية ودستورية الأسرة. ولكن لم ينعكس ذلك على السياسات العمومية. ليست لدينا سياسات عمومية ذات منح أسري تعتني بالأسرة وتضع السياسات العمومية خادمة الأسرة. عندنا خطاب يعلي من قيمة المرجعية من قيمة القيم خطاب قيمي هويتي ولكنه لا ينعكس على مستوى السياسات العمومية. وأي خطاب ما عندهش علاقة بالفعل العمومي ديال الفاعل الحكومي والسياسي إلى غير ذلك كيبقى فيه نوع من القطع. لذلك الملاحظة الحكومتين السابقتين حتى النهاية الولاية السابقة عاد بدأت البدايات الأولى والإرهاسات لإعداد السياسة والتشاور حولها وإطلاق الدراسات حولها سياسة عمومية ذات منح أسري وأعتقد أنه كان هناك نوع من التأخر في هذا الأمر. الآن مع الحماية الاجتماعية ومع ما يتم الآن كان أعتقد بأن لا إحنا لا كمجتمع مدني ولا كفاعلين سياسيين ولا أكاديميين ينبغي فيعنا الضغط لتبني سياسات عمومية لا في مجال الضاريبي والمالي ولا في مجال الاجتماعي ولا في جميع المجالات تأخذ بعين الاعتبار الأسرة كوحدة في السياسات العمومية. لأن الأسرة هي عندنا قانعة أن هي الوحدة التي تشكل الحفاظ على الحضارة وعلى التقافة المغربية والإسلامية. وللحفاظ وتقوية هذه الأسرة تقوم كذلك بأدوار اقتصادية في التنمية ينبغي دعمها ما نلاحظه الآن للأسف هذه السنوات الأخيرة. هناك بالعكس نوع من محاولة محو الأسرة محو الطبقة المتوسطة. ونتمنى أن يتم تجاوز هذا الأمر قريبا. شكرا.